مرض السكري وهو من مضاعفات مرض السكري من النوع الأول ذكرت في دروس سابقة أن السكري من النوع الأول هو الطراب مناعي ذاتي يهاجم فيه جهاز المناعة خلايا بيتا في البنكرياس ويمنحها من إفراز الأنسلين لذلك لدى مرض السكري من النوع الأول قصور تام في مستوى الأنسلين في الجسم وقد تتساءلون كيف يؤثر ذلك على الجسم لتفسير ذلك تخيلوا ميزاناً في كفته الأولى احتياجات الجسم من الأنسلين وفي الثانية احتياجات الجسم من الطاقة والهدف الرئيسي هو المحافظة على حالة الاتزان بين الكفتين فكلما ازدادت حاجة الجسم إلى الطاقة ازدادت حاجة الجسم إلى الأنسلين ليأخذ الكلوكوز من الدم ويخزنه في الجسم في الوضع الطبيعي يكون البنكرياس قادر على إنتاج كميات كافية من الأنسلين ليتمكن من مواكبة احتياجات الجسم من الطاقة مهما كانت ولكن ماذا يحدث في الجسم عند الإصابة بمرض السكري من النوع الأول؟ بما أن البنكرياس غير قادر على إنتاج كمية كافية من الأنسلين سيعاني الجسم من قصور في الأنسلين وقد لا يشكل هذا القصور مشكلة عند ممارسة النشاطات اليومية الاعتيادية لأن كميات الأنسلين القليلة التي يفرزها الجسم قادرة على المحافظة على حالة الاتزان هذه ولكن مع مرور الوقت سيسوء حال مريض السكري من النوع الأول ويقل إنتاج الأنسلين لديه فيختل هذا التوازن وينتج عنه مضاعفات تتراوح بين المتوسطة وشبه الحادة مثل التعب وذلك لأن الجسم غير قادر على مواكبة احتياجاته من الطاقة ولكن ماذا يحدث عندما يكون الجسم في حالة إجهاد؟ أي عندما يصاب الشخص بالتهاب ما في حالة كهذه يحتاج الجسم إلى كميات هائلة من الطاقة ويصل الجسم إلى مرحلة لا يعود فيها قادرا على الحفاظ على هذا التوازن ويصاب الشخص في هذه الحالة بالحماض الكيتوني السكري ويدخل الجسم في حالة أشبه بالمجاعة مع أنه قد لا يكون فعليا في حالة مجاعة فمريض السكري من النوع الأول يحصل على العناصر الغذائية من الطعام الذي يتناوله ولكن عدم وجود كمية كافية من الأنسلين يجعل الجسم غير قادر على تحويل هذا الغذاء إلى طاقة لهذا السبب يمكن اعتبار مرض السكري من النوع الأول على أنه حالة مجاعة رغم وجود كمية فائضة من الغذاء فهناك فائض من الكلوكوس في الدم ولكن الجسم غير قادر على استخدامه لتوليد الطاقة فما علاقة ذلك بالحماض الكيتون السكري؟ الهدف من دخول الجسم في حالة المجاعة الأيضية هو الحفاظ على الطاقة وضمان وصولها إلى الأعضاء الحيوية التي تبقى الإنسان على قيد الحياة وأهمها الدماغ لكن الدماغ لا يستطيع استخدام جميع أشكال الطاقة حيث يستخدم شكلين من الطاقة فقط وهما الغلوكوز والكيتونات لكنه يفضل لغلوكوز فالهدف إذن من حالة المجاعة الأيضية هي تحويل المواد الغذائية المختلفة مثل الدهون والبروتينات والغليكوجين إلى غلوكوز وكيتونات لفهم الأعراض السريرية للحماض الكيتون السكري يجب توضيح مسار بعض عمليات الأيض في الجسم سأشبه عمليات الأيض بمتجر لاستبدال المجوهرات والهدف من هذا المتجر هو استبدال المجوهرات الثمينة والذهب والأحجار الكريمة بالنقود التي يمكن تداولها بشكل أسهل ينتج عن عمليات الأيض العديد من أشكال الطاقة كالبروتينات في العضلات والدهون الثلاثية أو الدهون الموجودة في النسيج الدهني ولكن كما ذكرنا قبل قليل لا يستطيع الدماغ الاستفادة من أشكال الطاقة هذه لذلك يجب تحويلها إلى شكل يستطيع الدماغ استخدامه أي إلى جلوكوز وكيتونات وتتم هذه العملية في الكبد غالباً فالكبد في هذه الحالة هو متجر استبدال المجوهرات هناك عدة عمليات مهمة يتم خلالها تحويل الطاقة إلى جلوكوز وكيتونات وهذه العمليات تحدث بمساعدة العديد من الهرمونات المختلفة سأبدأ بعملية التحلل البروتيني التي تحدث في الخلايا العضلية فكما هو واضح من الإسم تتحلل في هذه العملية البروتينات إلى أحماض أمينية التي تسير في مجرى الدم إلى أن تصل إلى الكبد وتساهم في عملية استحداث لجلوكوز التي سنتحدث عنها بعد قليل ثانياً عملية تحليل الدهون التي تحدث في النسيج الدهني وفي هذه العملية تتحلل الدهون الثلاثية المتواجدة في النسيج الدهني إلى مكوناتها الأصلية والتي هي الكلسيرول والأحماض الدهنية الحرة ومن ثم تسير عبر مجرى الدم إلى الكبد لتساهم في عملية استحداث لجلوكوز ومن الجدير بالذكر أن هذه العملية ينتج عنها سيتوكينات التهابية وسأوضح أهميتها لاحقاً أما الآن سنتحدث عن عملية استحداث لجلوكوز وهي العملية التي يتم فيها تصنيع لجلوكوز ذكرنا قبل قليل أن الهدف الرئيسي من حالة المجاعة الأيضية التي يدخل فيها الجسم هي إنتاج لجلوكوز ولكن كيف يتم ذلك؟ تمر الأحماض الأمينية الناتجة عن تحلل البروتين في العضلات بالإضافة إلى الكلسيرول والأحماض الدهنية الحرة الناتجة عن تحلل الدهون في النسيج الدهني في سلسلة من التفاعلات الأيضية في الكبد لإنتاج لجلوكوز ولكنه ليس الناتج الوحيد من هذه العملية فعند تصنيع الجلوكوز من الأحماض الدهنية الحرة والجلسيرول ينتج أيضا الأسيتيل مرافق الأنزيم A والذي يستخدم لاحقا في عملية تصنيع الكيتونات فكما تذكرون أن الهدف من حالة المجاعة الأيضية هو إنتاج الكيتونات بالإضافة إلى الجلوكوز وفي عملية تصنيع الكيتونات يدخل الأسيتيل المرافق للإنزيم A الناتج من عملية استحداث لجلوكوز في سلسلة من التفاعلات لإنتاج الكيتونات والعملية الأخيرة هي عملية تحلل الجليكوجين والجليكوجين هو الشكل من أشكال تخزين لجلوكوز وهو بوليمر مكون من عدة جزيئات مختلفة من الجلوكوز أو عدة سلاسل من الجلوكوز مرتبطة ببعضها البعض وفي هذه العملية يتم تحليل الجليكوجين إلى جلوكوز كما تلاحظون هناك الكثير من العمليات الأيضية ومن خلال فهم هذه العمليات ستتمكنون من فهم الأعراض السريرية للحماض الكيتوني السكري فما هي إذن هذه الأعراض السريرية؟ تسوء حالة الشخص المصاب بالحماض الكيتوني خلال فترة قصيرة نسبيا قد لا تتجاوز الأيام أو الساعات ويشتكي المريض عادة من آلام في البطن والغثيان والقيء والجفاف الشديد مما يجعل البشرة شاحبة ومتعرقة ولكن من أكثر الأعراض التي تستدعي القلق هي اختلال الحالة الذهنية كأن يبدأ المريض بالهذي أو حتى يفقد وعيه لكن ما سبب ظهور كل هذه الأعراض؟ يعد الغثيان والقيء وآلام البطن من الأعراض العامة التي لا تنحصر على مرض واحد ولكنها شائعة جدا في حالة الحماض الكيتوني السكري ويعود سبب حدوثها إلى هذه السيتوكينات الالتهابية الناتجة عن عمليات تحلل الدهون وعمليات أيضية أخرى حيث تسبب هذه السيتوكينات تهيجا في القناة الهضمية فتظهر هذه الأعراض ويؤدي نقص السوائل الناتج عن القيء إلى ظهور العرض السريري التالي وهو الجفاف ولكن الجفاف الذي يعاني منه المريض في حالة الحماض الكيتوني السكري شديد للغاية وسببه لا يعود إلى القيء فقط إذن ما هو سبب هذا الجفاف الشديد؟ سأعود وأكرر أن السبب الرئيسي لحالة المجاعة الأيضية هو إنتاج لغلوكوز ولا تنسوا أن مريض السكري يعاني من قصور في الأنسلين فالجسم غير قادر على الاستفادة من كل هذا الجلوكوز وتحويله إلى طاقة فيبقى الجلوكوز متراكما في الدم لذا يتصرف الجسم على أنه في حالة مجاعة ويستمر في إنتاج المزيد من الجلوكوز بالرغم من عدم استفادته منه مما يتسبب بارتفاع السكر في الدم ليأتي دور الكليتين في تصفية الدم حيث تقوم عادة الكليتان بإعادة امتصاص الجلوكوز الموجود في الدم ولكن في مرحلة معينة سيرتفع مستوى الجلوكوز في الدم إلى درجة تفوق قدرة الكليتين على إعادة امتصاصه ويتسرب الجلوكوز إلى البول وتسمى هذه الحالة البيلة السكرية وبما أن الجلوكوز مادة منشطة للخاصية الأسموزية وقابلة للذوبان في الماء هذا يعني أنه سيسحب معه الكثير من الماء عند خروجه من الجسم مع البول وتسمى هذه الحالة بإدرار البول الأسموزي أو فقدان الماء الناتج عن محلول أسموزي نشط إن حالة إدرار البول الأسموزي هي التي تتسبب في فقدان كميات كبيرة من السوائل وبالتالي الجفاف الشديد عند المرضى الذين يعانون من الحماض الكيتوني السكري قد يؤدي الجفاف الشديد إلى حدوث اختلال في الحالة الذهنية ولكن الجفاف ليس هو المسبب الوحيد لهذا الاختلال في الحالة الذهنية بل مضاعفات تصنيع الكيتونات هو ما يجعل حالة المريض أسوأ مع أن الكيتونات أو الأجسام الكيتونية هي مصدر هام للطاقة بالنسبة للدماغ والقلب خلال مرحلة المجاعة الأيضية إلا أن لهذه الطاقة أثر جانبي سلبي على الجسم فالأجسام الكيتونية هي أحماض فهي بالتالي تخفض من درجة حموضة الدم وتسمى هذه الحالة بالحماض ويمكن للجسم أن يعادل درجة الحموضة إلى حد ما ولكن بالنسبة لمرضى الحماض الكيتوني السكري فتفوق كميات الكيتونات التي يتم إنتاجها قدرة الجسم على معادلة الحموضة مما يتسبب بحالة الحماض ويطلق على هذه الحالة الحماض الأيضي لأنها ناتجة عن عمليات أيضية ويزيد الحماض الأيضي من سوء الاختلال في الحالة الذهنية وقد تزداد حدة الأعراض فيصاب المريض بحالة عدم انتظام ضربات القلب التي قد تتسبب بالوفاة كما ترون فإن الأعراض السريرية للحماض الكيتوني السكري مرتبطة بشكل مباشر بالعمليات الأيضية الناتجة عن حالة المجاعة التي يدخل فيها الجسم بالرغم من وجود الفائض من الغذاء عند مرضى السكري من النوع الأول وهكذا تكونون قد تعرفتم على أعراض الحماض الكيتوني السكري وإذا كان مريض السكري من النوع الأول يعاني من ألم في البطن أو تغير في الحالة الذهنية أو تظهر عليها أثار الجفاف فهناك احتمال كبير أن الشخص يعاني من الحماض الكيتوني السكري ولا بد من بدء العلاج بشكل فوري ومكثف وأعطاء المريض سواء الوريدية والأنسلين فقد يكون الحماض الكيتوني السكري مميتاً إن لم يعالج فوراً وهكذا ينتهي الدرس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر